السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في موقف إنساني المغرب يعرض على الجزائر إدخال مساعدات عاجلة إلى المحتجزين المحاصرين بالمخيمات تندوف في مقالة مشهورة في ساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 3 أبريل الجاري أثناء موقع الجزائر تايم إخباري المعارض في موقف إنساني للمغرب ومتمثل في عرضه إدخال مساعدات عاجلة للمخيمات تندوف في هذه الظروف الحساسة وكتب صاحب المقال بعد توجيه عدد من مواطنين صحراويين عالقين في المخيمات تندوف نداء استغاثة إلى المنظمات والمجتمع الدولي لإنقاذ من وضع إهمال والتجاهل الذي يعيشونه بعد أخضع الجيس الجزائري مخيمات للحصار الخانق ولم تهتم بالوضع الاجتماعي المتردي المتردي داخلها والذي يسوء يوما بعد يوم مع استمرار الحصار بذريعة محاربة وباء كورونا المستجد قيادة البوليزاريو حسب الموقع دائما طلبت من الجزائر مساعدة كتلك التي عرضتها على موريطانيا في هذه الظروف الدقيقة وذلك لتوفير دعم كافي للأسواق بالمواد الأولية والمواد التنظيف ومياه الشرب خلال هذا الشهر الذي اشتد فيه الوباء والحصار طلب تسبب لقيادة البوليزاريو بموجة من انتقادات وجرى عليها وايلا من السباب والشتم حيث علق مسؤولون جزائريون على مقترحات القيادة بقول أنه من السوء الأدب وعدم الشروط على الدولة الجزائرية وأن قيادة البوليزاريو كان لابد لها من أن تتوقع لابد لها أن تتوقع من المستجد وأن تستعد لما هو أسوأ والآن وأن سوء التدبير قيادة السحراوية هو ما جعل مخيمات تغلق في مأساة والجزائر في هذه الأيام تعيش ضائقة اقتصادية خانقة حقيقة يؤكد صاحب المقال للتواصل جزائر تايمس وفي هذه الظروف الإنسانية التي يعيشها العالم وهو في صراع ضد الوقت لمحاصرة الفيروس كورونا الوبائي نجد الدول العسكر بالجزائر قد تخلت عن جمهوريتها الوهمية البوليزاريو بإغلاق حدودها في وجه ساكنة المخيمات تندوف في العدام تام للمواد الغذائية والتجهيزات الطبية مضيفا في الموقف الإنساني عملة جزائر تايمس من مصادرها الخاصة عن عرض المغرب على الجزائر إدخال مساعدات عاجلة إلى المخيمات تندوف المحاصرة بالجيش الجزائري والوباء والجوع تقدر بـ 800 طن من المواد الغذائية الضرورية عبر موريتانيا وللتذكير فهذه ليست المرة الأولى التي يمد فيها المغرب يد المساعدة للدول المنكوبة ففي عز حسار قطر في الشهر الماضي ومن طرف أشقال آداء أرسل الملك محمد السادس طائرات محملة بأطنان من المواد الغذائية إلى دولة قطر تقافة تتسم بها المملكة المغربية منذ مئات السنين وهنا يتضيح الفرق بين الحقيقة والوهم نعم بين الوطني حقيقي ودولة مسؤولة في حماية الشابية وبين مشروع الدولة والرقية تحترق آن بين أياد ضائعية إذن المغرب يعرض على الجزائر مساعدات بـ 800 طن من المواد الغذائية الضرورية عبر موريتانيا والأخيرة التي هي الجزائر ترفض السبب لا نعرف شكرا لمشاهدة الفيديو بوعدكم مع أخبار حصرية